يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ويأتي هذا الاجتماع فيما نفت موسكو وجود اتفاق جديد مع واشنطن حول سوريا من جهته بدأ الجيش السوري مساء امس عمالية عسكرية واسعة في الاحياء الشرقية من حلب والواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة عملية عسكرية واسعة اطلقها الجيش السوري مساء امس في الاحياء الشرقية من مدينة حلب والواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة منذ عام 2012 واعلن الجيش السوري بدأ عملياته العسكرية في الاحياء الشرقية من مدينة وطالب المواطني بالابتعاد عن مقرات المجموعات المسلحة مؤكدا انه لن تتم مساءلة او توقف اي مواطن يصل الى نقاط الجيش السوري واكدت قيادة عمليات الجيش السوري انها اتخذت كل اجراءات والتسهيلات لاستقبال المواطنين المدنيين وتأمين السكن ومتطلبات الحياة الكريمة لهم مشيرة الى ان هذه الاجراءات والتسهيلات تشمل ايضا الاشخاص المغرر بهم والراقبين في العودة الى حضن الوطن في اشارة الى المسلحين الراغبين في القاء السلاح كما اكد مسؤولون عسكريون سوريون ان العملية العسكرية في حلب الشرقية ستتضمن عملية برية بعد التمهيد لها بالضربات الجوية واكدت وسائل العلام ان مواقع المسلحين في الاحياء الشرقية شهدت عقب هذا الاعلان قصفا عنيفا من قبل الطائرات الحربية السورية والروسية وصف بالاعلم منذ اندلاع الصراع في سوريا سياسيا تتواصل اجتماعات بين السياسين الامريكيين والروس في نيويورك لبحث الازمة السورية فيما استبعد مسؤولون روس ان يلتقي وزير الخارجية لافروف وكيري هذا اليوم يأتي هذا فيما أكدت وسائل العلام الروسية عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقاءا مع وزير الخارجية السوري ولد المعلم في نيويورك هذا اليوم إلى ذلك نقلت وكات انترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق أو غرارات جديدة بشأن سوريا في نيويورك يوم الجمعة مضيفا أن العقبة الرئيسية هي موقف الولايات المتحدة من جهتها أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن تمكنها من إصال عدد كبير من قواف المساعدات إلى مدينة المعظمية وأنها تبحث عن طريق بديل لإرسال مساعدات إلى الأحياء الشرقية من مدينة حلب من جهة أخرى اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بتسليم أسلحة لمجموعة مسلحة كردية سوريا تعتبرها أنقرة إرهابية وقال أردوغان أن أمريكا أرسلت قبل ثلاثة أيام طائرتين محملتين بالأسلحة إلى كوباني في سوريا لوحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي